شهدت الساعات الأولى من إصدار مصر في سوريا المركزي الورقة النقدية الجديدة من فئة خمسة آلاف ليرة تخبطاً بسعر صرف العملة الأجنبية حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من ثمانين ليرة عن سعر الصرف المتداول في سوق القامشلي وبحسب رئيس اتحاد الصرافين في القامشلي إن الفرق في سعر الصرف هو نتيجة العامل النفسي المؤقت من انهيار الليرة السورية إلا أنه سيستقر من جديد لحقاً اللحظة ارتفع سعر الدولار شي 80 ليرة كانت مفاجأة للعالم للتجار مثلاً بس هي فئة الخمسة آلاف مثل أي فئة يعني مثل فئة الألفين جباري مثل صدمة كانت فهلا بدوا يتأقلم مثل فئة الألفين يعني ما فيها أي مشكلة ويهدف أعلان هذه الورقة النقدية الأكبر في سوريا إلى تسهيل المعاملات النقدية واستبدالها إضافة إلى تخفيض تكاليف طباعة الأوراق النقدية لكن ذلك أوجد مخاوفاً لدى التجار وركوداً في الأسواق تأثير اختلاف أسعار صرف الدولار وطرح الفئة الجديدة في السوق سيواثر على علاقة التجار فيما بينهم بالتعامل بالليرة السورية وستشهد أسواقنا تخوفاً لدى التجار من بيع أو شراء البضاعة بالليرة السورية سجل سعر صرف الدولار الواحد اليوم مقابل الليرة السورية ألفين وتسعمائة وعشرة ليرات سورية فيما يرى خبراء أن إصدار الفئة الجديدة لن يؤثر كثيراً على سعر الصرف المتداول بسبب وصول الليرة السورية لأدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في سوريا ولن تتحمل انخفاضاً أكثر أعلان مصرف سوريا المركزي طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة ترك أثراً نفسياً سلبياً بين الناس مما أدى إلى انخفاض قيمتها خلال ساعة من الأعلان رغم أن المصرف برر الخطوة بالرغبة في تسهيل المعاملات النقدية وتخفيف عباء التداول هجار سيسكا نيوز عربية مدينة القامشلي شمال شرق سوريا